أعلن الفنان محمد العمروسي وفاة الفنان عاطف سعيد وذلك عبر حسابه بفيسبوك حيث كتب محمد العمروسي الله يرحمك ويسكنك فاسيح جناته ويصبر أهلك على فرائك الموت البطيء هو قال عن أنواع الموت ولكن الله يسمع ويرى وعنده ترد المظالم وكتب الحساب الرسمي للفنان عاطف سعيد توفي إلى رحمة الله الفنان عاطف سعيد صلاة الجنازة بعد صلاة العصر دون تحديد مكان الجنازة الفنان عاطف سعيد قدم خلال مصرته الفنية أعمالا همة في السينما والتلفزيون أبرزها حديث الصباح والمساء ابن حلال، سلطان الغرام، سارة، ليل وآخره، عسكر في المعسكر يا رجال العالم اتحده، عايزة جوز، ابن موت، أفرح إبليس كان آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل آخر الأمر والذي عرد من المراثون الرمضاني 2019 روى الفنان الشاب عمر غانم كواديس آخر مقابلة جامعته بالفنان عاطف سعيد الذي رحل عن عالمنا منذ قليل مشيرا إلى أن الراحل كان يسعى جاهدا لإيجاد فرصة عمل أو دور يشارك فيه بأحد الأعمال الفنية لكنه لم يستطيع تحقيق هذا الحلم مؤكدا أن وفاته جاءت بسبب القهر والحصرة لقلة عمله بالفن وتابع صديقه، عاطف سعيد كان عايز ينزل تصوير بأي شكل آخر مرة شفته كان من حوالي أسبوعين وكنت في تصوير ولقيته هو وابنه اللي ربنا يتولى من بعده في اللوكوشن بالصدفة بس قاله بتعمل إيه هنا يا عم عاطف قال لي جاي أسعى وقابل المخرج والنجم فلان عشان كان قايل لي إنك معايا في المسلسل اللي جاي وقال لي يا عمر أنا ممكن أعمل زي ناس كتير وأنزل بسط وأطلب شغل وأعمل زي كل اللي بيعمله لكن قرمتي ما سمحتش لي إن أنا أعمل كده اللي مزعلني بجد إنه كان مكلمني وطلب مني إنه أروح معا الشركة لما عرف إنه صاحب الشركة صديق وأنا وعدته أول ما أرجع القاهرة هكلمه ونروح سوا وسبحان الله كان في بالي مبارح أني أكلمه وأقوله أني راجع خلال يومين لكن ربنا افتكره هو استكمل غانم عم عاطف كان راجل محترم ومكافح وعنده أزة نفس كان فنان جميل وقدر يعلم معانا بمشاهد بسيطة لكن أثبت وجوده بيها وطول ما أنا معاه كانت الناس لما تشوفه تجري تتصور معاه وكان بيبقى فرحان قوي الأستاذ عاطف مات بحصرته لكن راح لربنا العدل موسيقى